الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مجاز إخباري جديد مع منا الشباوي إليك منها شكرا حسام الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة من قبل ميليشيات الحوتي وخلال اتصال هاتفي بالشاخ محمد بن زالد آل نهيان ولي عهد أبو ضب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تقدم رئيس السيسي بتعزيه إلى بن زايد في ضحايا الهجوم الغادري الذي وقع بالقرب من مطار أبو ضبي الدولي مؤكدا دعم وتضامن مصر مع الإمارات ومامت تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنها من الشعب الإماراتي الشقيق وشدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وجه رئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وذلك خلال استعراضه مشروع ميزانية العام المالي المقبل 2022-2023 مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية وعدد من المسؤولين ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بتكلفة 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوي لمدة خمسة سنوات واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين يصل إلى 3 مليارات و100 ألف جنيه وفي اجتماع آخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة وشركة PIL للضماضات الطبية وجه الرئيس السيسي بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة لمشروع إنشاء مصنع للضماضات الطبية عالية الجودة بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج ووجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي والتي تعد من أهم المدخلات والمستنزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر أمر النائب العام بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة طالبة باسانت بكفر الزياد ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهمة الإذكار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها وتهديداتهم بنشر صور مخلة منسوة لها أعلنت وزارة الصحة خروج 1399 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد طلقهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336 ألفا وثماني وعشرين حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة و26 حالة وفاة أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية ضد معاقلة ومعسكرات تابعة لقوات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة لتهديدات المستمرة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية كان التحالف العربي قد أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف لقوات الحوثي بعد ساعات من استهداف منشآت مدنية في الإمارات والسعودية أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليمز على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي حول الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيلين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار وذلك من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا وخلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرنشن أخضحت ويليمز أن مشاوراتها المواسعة مع فرنشن تناولت التحديات التي توجه العملية الانتخابية في ليبيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد ختم مجازة ثامنة وعفضها لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر